السلام عليكم بنات نتمنى تكونوا على خير وباخير وكل شي بصحة جيدة ان شاء الله اليوم اجبت لكم القلوبة ديال الجبن اولا ديال الفرماج اللي انا كان خدمهم في طالبيات هما من البتيكار ديال ماسة الطبخ كنخدمهم بصراحة لي كيطلبهم وكرجع رجع يطلبهم مرة اخرى ومرة اخرى فعلا كيجو مقرمشين وغزالين بزاف كيتمشوا بالعجينة المورقة السحرية اللي كنت حتيت لكم من قبل وغنحطها لكم في رابط في صندوق الوصف ان شاء الله رابط ديالها والحاجة نحتاجها غا نحتاج العجينة المورقة السحرية غادي نطلقها فوق صدح العمل غادي ضروري ندير شوية ديال دقيق باش غادي نطلقها حتى نطلقها شكون شوية رقيقة مش غليدة سمك دائما انتم اللي كتتحكموا فيه وكيف بالشكل اللي درتها انا درتها شوية رقيقة بغيتوا تكون غليدة فاما حليكم غايد ديروها ديروا العجينة غليدة وصافة هاد العجينة هو ناجح مليون في المئة ودي جا كنت حتيت لكم رابط دياله في صندوق الوصف اللي بغا تتجربوه وردو عليا الخبار وصفتولي تصور ديال تجارب ديالكم لانا غا ندير فيديو خاص فيه تصور ديال تجارب ديال المتتبعي قناة ماستطبخ بالنسبة هنا يلقطعة انا اختارت شكل القلب ممكن تما تختاروا اي شكل بغيتوه واي شكل فضلتوه بكل اشكال هاد العجينة كتكون ناجحة كما شفتو انا سوما كدرت تورقيق انتوما كيبقى لكم الخسيار انا قطعت هنا يا قلوبة غادي نقطع العجين كامل قلوبة إذا كان يسق لكم القلب أو القطعة في العجين فما عليكم غيرتدروها في شوية دقيق صافية سنحتاجه واحدة البيضة كذلك اللي بها غدين لصق العجين والفرماج أو للجبن اللي غدين نعمر به هذا القوي اللي بتهدو أو هذا القلوبة هدو بالنسبة للعجين في حركة تخرج فكل عجين على حسب وش هترجعت القوى أو لله أنا هنا ياختن 27 حبة بنصف العجين اللي حطيت لكم وشاط يعني ممكن تخدموه حتى لل45 حبة بنصف العجين اللي كنت حطيت رابط ديره في صندوق الوصف غدين نكمل على هد الشي غنقطع العجين كامل وعاد غدين شوفو طريقة ديال الحشو وطريقة ديال دزين باش كيجيوا دوك الخطوط بينين دبا حطيت نصف الكيمية ديال القلوبة في صينية اللي غندخله الفرنس تكون على ورق الزبدة من الأحسن نخذت تكون نفس الكيمية يعني بحالي جوج حبات كتعطيني حبة واحدة ديال القلب هد القلب هده اللي كيكون معمر دبا قنهز واحد السكين واللي بغنشرط به سواء من الليمين أو من الليسر كيبقى لك الخسيار غادي نشرط أنا على الجهة الاسرية أو للمنية ديالي وغنحاول نشرطها مزيان باش ملين حطها على الحشو الحشو كيبقى يبقى يبقى شوية من ديك توقوب أو لمن ديك الأشريطة نفس الشي غندوز عليهم كام لدوك اللي باقين ضروري خسني نحسب ونشوف واش نفس الكيمية اللي عندي في الصينية ديالي او لا في الصحيفة صفيحة الخبز واش هي نفس الكيمية او للا دبا باش غنلص خب بفرشيت وغنهز واحد الفرماجات انا هنستعمل صد الحبات الفرماج ممكن تستعملوا على حسب الكيمية اللي عندكم كاتمعكوهم بالفرشيت مزيان او لا بشوكة وكاتعمرهم مع القاة صغيرة في الوسط وما كاتكتروش باش ما كيخرش العجين بزف كيخرش الحشو بزف من العجين الدبا غادي نوضعهم في الوسط كاملين ضروري يكونوا في الوسط ماشي في الجانب ضروري غادي نتوزع الحبات ديالي كاملين غادي نوضع فيهم هاد الجوبن هذا وعاد غادي نلصقهم بالبيض غادي نجيب واحد الشيطة هي اللي غندير بها البيض الشيطة فهي متوفرة عند بايح الحلويات لوازم الحلويات او لا ممكن فقط شريوهم المكتابة وتغسلوها مزيان وصافي طريقة ديال هاد القلبات هادو كيجوه غزالين بزف كتيرو عليهم العسل من الفق او اللي كتخليهم كما هوما فقط كت priced يعني كتقدموهم ما يكونوا شويش يعني ماشي بايار ديال بزف سوف نستخدم هذه الحبات التي كنت قطعتهم من قبل سوف نستخدمهم على القلوبة كما تشوفوا دوك الاشريطة خصي يكونوا بحال هكا يكونوا كيبان من تحت منهم الحاشو سوف نجيب واحد الشيطة بحال هكا تكون رقيقة شوية سوف ندير بها البيضة مخفوقة سوف ندوز على الجوانب العجين كاملة سوف نستخدم العجين انا هاخد معكم واحد جوج حبة اولى ثلاثة بش يبان بش يكونوا واضح نتمنى البنات اللي كانوا طلبوا مني هاد الوصفة هادي اللي كنت حطيتها من قبل في ماستطبخ مع ام امير كنت حطيت صويرة ديالها اولا في الفيسبوك ديالي ماستطبخ كانوا طلبوا لي الوصفة اولا بالفيديو نتمنى يكونوا شافوها واللي كانت اول مرة شكا تشتركوا في القناة ما تنسوش ضغطوا لايك واتفعلوا الجرس وديروا اشتراك بش يوصلكم كل جديد على القناة ما تبخلوش لي بلايك ديالكم وكذلك بلي كومنتر او لا تعاليق سواء كانت ايجابية او لا سلبية فانا كنرحب بالجميع في القناة بجهد القناة تزيد القدام وتكون فائدة عامة لجميع بحالكة كندوز عليهم البيت كامل دفع غادي نشد ديالحبة وكنلسقها عليها نحاول نجيبها مقادة وكنتبت عليها كنضغط عليها مع الجواني باش يلسق العجين يلسق على العجين الاخر نفس الشيء غاندير العجين الاخرى يعني اللي بقوا القلوب الاخرين اللي بقوا كاملين بحالكة والشكل ديالها عن قرب كيف كتجي كتجي غزالة بزاف ملي كتدخل الفرن فاي كتنفخ صافي دابا ملي سليت الحباس كاملين غاندهنهم بالبيت بنص البيضة اللي كنت لسقس بها غاندهنهم وغاندير عليهم شوية ديال الحبوب ديال هذا ديال بافو ممكن ديروا انتوما حبوب البافو سانوج جنجلان اللي بغيتو يعني كيبقى اختيار دائما اللي كون طريق ديال الطهي خاص الفرن يكون سخون وكتدخلهم كتنقصوا العفية وعد كتدخلهم الفرن كيطيبو على درجة حرارة متوسطة حتى كيتحمروا وكيتنفخوا كنرجع نحمرهم شوية من الفوق وعد كيتقدموا قبل ما يتقدموا يا اما تقدموا معادي كيفما هما اولا كتديروا عليهم وحضر الشخفيفة ديال العسل هنحاول ندير عليهم الحبوب ديال بافو كاملة بحلقة باش يجوني مقدن حبوب ديال بافو كنديروا مغيم الجيهة اللي ديجا يعني مقطعة اولا حاطة يعني ديال اللي كتخرج منها شوية الجبن اللي كيخرج منها شوية ديال الجبن اولي الفخوماش وصافي وبهدا كتكون سيكل شي وجد دبعا موجودا ندخلها الفران الثانية ديالي ما تنساوش من اللي تخرجوها من الفران ضروري خصها تحط على واحد المنديل هوا الشكل ديالا كيه كتخرج كتخرج من حمرها غزالة فنة وكيتس اخدها اللون ذهابي فقط ما نخليوهاش انها تحرق وكنقدموها كنحت على منديل اول حاجة باش كتشوش في ذيك زبدة زائدة وعدك هنحطها فصح فصحن ديال تقديم اولا فطبق اولا بلاتو اللي غالنا نقدم في هاد هاد القلوب هادي ديال الجبن بلاتو ديالي واجد نتمنى ان الوصفة ديالي متنان الاعجاب ديالكم ما تنساوش تضغطوه على اشتراك وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد نتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش ليبلايك وبتجارب ديالكم كذلك الى اللقاء في الملتقى ان شاء الله مرة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة